بشن الانتجين؟ نجي نشرح أكثر عليها اللي هو أورادي إحنا ننشرح مستمرين الانتجين هم مولكيوز ذات ري أكت وذ انتي بوديز هاي علفناها زين نجي أكثر الاميونوجين اللي هو أيضا أخذنا بداية البرزنتيشن اللي هو الانتجين هم مولكيوز ذات اندوز ان اميون رسبونس في المثال الانتجين هم ميونوجين إذن يعني بصورة عامة أو موصلي هو أي فورين بودي أو أي انتجين يحتبر الجسم هو اميونوجين باستطاعته اندوز اميون رسبونس هاو أفر there are a searching important exception لأكزامبل الهابتن ولكن أكو بعض الانتجينات مثير لي الاستجابة المناعية إلا عود إذا ارتبطت على كارير وهذا زين يالله سير لي اندوز اميون رسبونس الهابتن are not immunogenic because they can not activate هاي النقطة هاي النقطة كلش مهمة اللي هي النقطة رقم خمسة بسلايد رقم عشرة انه اجيبكي على صح وخطأ اجيبكي على شكل فراغ شكل اختيار انه الهابتن ليش مو اميونوجين يعتبر اميونوجين يقتقل لي بسبب انو ميساويل اكتيفات الهيربار تيسيل الفيلر of الهابتن to activate is due their inability to bind to MHC protein اللي هي الماجور histocompatility complex وسأشرح لكم يا شنو معناها because they are not polypeptide and all the polypeptide can be represented by MHC protein الهابتن are also univant on their therefore cannot activate the PCL by themselves اذن ذني كلهن الاسباب انو ليش يعتبر الهابتن نون اميونوجين اجيبكي على شكل السي رجاء احفظ لياهن ذني التلف اسطر البلاخير من سلايد رقم عشرة اللي هي الفشل مالة الهابتن انو قلنا اول شي يسوي activate the hypertycele وثاني شي انو ما عنده القدرة انو يرتبط لل MHC protein ساعت تجيس اني شن ال MHC protein اللي هو قلت لك major histocompatility complex اللي هو معناه بالعربي معقد التوافق النسيجي الكبير او المركب الرئيسي للتلاؤم النسيجي سمي هذا البروتين بهذا الاسم ليش لانه مزود بواسمات ذاتية شنو دوره بالجسم هو تحديث ما هو ذاتي وما هو غريب اللي هو الانتجين المصطفة عن يعني التفرقة بين الذاتي والغريب وهو احد وسائل جسم الدفاعية ضد من ضد الفورن بوديز ومعقد التوافق هو عبارة عن بروتينات هو عبارة عن بروتينات تتحكم في تركيبها موروثات جينية وتوجد على الغشاء السايتوبلازمي للخلايا وبالتالي نشوف حتى ذول كل الأمراض الأوتواميون ديزيز دي عبتيك جمعة الليفار فاكشف إلار الأم صغيرة غيرة الأرثرايتس حتى الزهايمار كل موجودة يعني موروثات جينية على الام أج سي تسمى كذلك شنسميها خافي جيك واحد الهتسمية ثانية بمستعرضات كريات الدم البيضاء اللي هي الـ HLA HLA اللي هي Human Lycoside Antigene لأنها اكتشفت أول مرة فوق شاكرات الدم البيضاء في الإنسان أنا هذا كله ما أطلبه من عندك أنا أريد بس أنه حتى تعرف شن الـ MHC وبنفس الوقت أنا ما لا أجيبك شن الـ MHC أنا كل الأريدة أنه الهابتن ليش يحتبر مو نوت إميونوجينيك يتحدد لياهم ثلاث نقاط أنه نتاكتفيت الـ Hepatitis خلي الملزمة أقبالك وأشرهم وبنفس الوقت أنه ما لحي يسوي عند القدرة الـ Nability to point to MHC بروتين وبالتالي وهو not polypeptide only polypeptide can be presented by MHC بروتين لأنه مو polypeptide والـ MHC ما ممكن تعرض على سطحها الخارجي فقط polypeptide هاي النقطة الثانية ويعتبر أيضا Univalent وبالتالي ما ممكن أنه يسوي activate the BCL by themselves نجي للسلايد رقم دعش اللي هي factors affecting immunogenicity وهذا ترى أعتبره أنا مهم الصراحة أجيب دائما فركز لي عليهم أحفظ لياهم اللي هن ست نقاط اللي حتيناهم ببداية البرزنتيشن أنه الغرابة الموليكولار سايز أو نفسه اللي هو السايز الكيميكال ستركتشا قلنا الإبيتوبس الموجودة الدوز والراوت قلت لك السبكيتانيوس يكون أفضل من الـ IV والأورال بس ضيف نفس السلايد اللي حتينا عليه بالبداية معدى النقطة السادسة الأجوفانت اللي هو شنو معناه اللي هن a substance that enhance the body immune response to an anti-gene إذن هن فد مواد تزيد لي الاستجابة المناعية المن للأنتجين نجي للسلايد رغم 12 اللي هو الأوريجين T and PCL أنا إذا أحكي لك على T سيل أو أحكي لك على PCL والإميون system الذراعين مالتها الرئيسيات هم ذول وهم اللي تقاتل بهم وشلون خلنا نعرفه وشنو الأصل مالتهم إذا أجيبك أنا ما لح أجيبك من أشرح أشياء بسيطة جدا أنا أشرح لح أركز لك عليها اللي هي الخلاياة الجذعية in the bone are the precursor of both T and P lymphocytes هاي أول شغلة عرفناها بعدين steam cell يصير لها تمايز المن للT سيل وين بالثايمس بالغدس السعترية where is the differentiated into BCL in the bone marrow صار واضح إذن بالT سيل أجيبك على شكل فراغات وين يصير لها differentiated نقل بالثايمس بالBCL وين يصير اللي بالبون مره وين ذا ثايمس بالثايمس التي سير اش رح يصير لها become either يا أما صلي CD4 خلايا اسماها سموها CD4 أو CD8 CD4 positive helper ولهذا أنت دائما نشوف T helper T helper معناها CD4 هي نفس التسمية T helper positive معناها CD4 وأكو خلايا اسمها CD8 positive اللي هي شي سحوله السايتوتوكسيك السامة أو السمية السايتوتوكسيك رجاء إذن إذا أجيب لك الخلايا التي تسمى سايتوتوكسيك فراغ أو أجيبك إختيارات إذا أجيب لك T helper بربوزيتف يعني تقول CD4 وهنا كل مهمات الآيدز يعني بصورة HIV بصورة عامة الميكانيزم مالته إنه يدمر CD4 هاي الميكانيزم مالته نجي هنسا الPCL كان differentiated into plasma cell that produce large amounts of antibodies إذن الPCL من يصير لهتمايز وين بالبون مرو شلحة تمايز إلمه للبلازما سيل والبلازما سيل بالتالي شلحة تنتج تنتج اللي هي الانتيبودي الأجسام المضادة TCL الPCR differentiated into immunocompetent TCL within the thymus نجي للسلايت رقم 13 الستيم سيل لك الانتيجين ريسепتار ان لك CD3 CD4 CD8 سيل صار واضح إذن الستيم سيل الخلايا الجذعية تفتقد المن لمستقبلات الانتيجين نحن نعرف أن الانتيجين من يدخل للجسم شون نصل إلى الاستجابة المناعية مثل ما شرحت لكم أنه بيفد مستفدات أو ريسепترات موجودة على سطح الانتيجين من يستشعرها الجهاز المناعي ويستشعرها بمختلف الطرق وحشينا عليها ومستمر نحشي عليها فالستيم سيل تفتقر الظني تفتقل CD3 تفتقل CD4 تفتقل CD8 وقلنا اللي هي سايتوتوكسيك بروتين سايتوتوكسيك سايتوتوكسيك إذن سايتوتوكسيك من تفتقل الانتيجين تفتقل تفتقل مايز إلى T سايتوتوكسيك تفتقل بوث الانتيجين ريسيبتر وعند الانتيجين بروتين صار واضح طبعا CD الخلايا مالتة أو البروتينات متعددة جدا لاح تسمع CD5 CD6 7 8 9 الانتيجين التي تفتقل أيضا CD4 أو CD8 وهو double negative first differentiated لتفتقل both CD4 and CD8 double positive ثم تفتقل إذا CD4 أو CD8 وكل أطلب منك أنه خاف أجيب لك true false أنه الانتيجين كيف تفتقد ذنني لا بالثائم سايتوتوكسيك الانتيجين الانتيجين differentiated into فراغ وفراغ هكذا تجيك الأسئلة نجي إلى سلايد رقم 14 14 النايترال كيلار سيل شنية النايترال كيلار سيل اللي هي بين القوسين دائما ننزولها NK are a large granular lymphocyte إذن هي خلايا نمفاوية granular محببة that do not pass through the thymus مترهي من الثيموس ولا شاء الله بالثيموس do not have an anti-gene مستقبلات للانتجين and do not wear cd4 or cd8 proteins نجي ذي رقم نجي النايترال سيل such as virus infected سيل and tumor سيل without the requirement that the anti-gene be presented in association with the class 1 or class 2 mhc protein نحن عرف نش ال mhc بها نوع mhc class 1 mhc class 2 احنا في غنى عن شرحها الان يعني تأخذ بال advancement المناع ال immunology ولكن احنا عرفنا شنو mhc وقيت لك بيها نوع mhc 1 mhc 2 كل خلايا وين يصير لها express وين يصير لها presented قسم على mhc 1 قسم على mhc 2 natural color لا تروح للثايمس لا تحتاج للانتجين receptor وبالتالي هي اذا تقتل الفيروس infected والتيومر بدون الحاجة الى mhc الناشر كلير سير تارج ذو سير تقل ب تدكش ان لا تستطيع محل 1 mhc على محل هذا تدكش لأن الكثير تتكش تتكش الى محل محل 1 mhc بعد ان اثن ب محل اذا المشكلة عن عندي بالخلايا الجسم بالتيومر سيل او الفيروس من يدخل تدري المكانية المالفيروس يختلف من عائلة لعائلة ومن ضمن نفس العائلة من سبيش سبيش ويكون ذكي دائما الفيروس فمرات من يسيب الخلايا يفقد التصنيع مثل mhc وبالتالي ما لاح يكون عندي خلايا تعرض لي هذا الفيروس وحتى يحفز لي البتا او تي سيل شي تفرز اجسام مضادة شي تروح تفرز لغير السايتو كاينز انتر ليوكينز انتر فيرونز اللي عن طريقة تي هيلبا وبالتالي اغضي حاليا فهذا الفيروس ذكي اخلص من الجهاز المناعي هو شي يستخدم ويستخدم من mhc خلا اخرص من mhc وبالتالي الجهاز المناعي ما عنده mhc حتى اعتمد شوكة مال mhc يعرض لي على الشاشة مالتة او على سطح هذا الفيروس او هاي البكترية او اي انتجين اخر او ريتيومر سيل انا اقدر اهاجم لا عندي نوع ثاني من الخلايا اسم ناشر كيلر سيل اللي هي تتعرف عليهم بدون الحاجة الى mhc صار واضح نجي الى سلايد 15 الناشر كيل سيل بلاي هاي الوظيفة مالتة اجي بالكياه مهم رجاء امبورت ترنو رول وين بالانيت حس ديفنس they are called ناشر كيلر سيل بيكوز اجي بالكياه they are اكتف without تبير اكسبوجر to the فيروس اذا احنا ليش نصيح للناشر كيلر سيل لاني تختلي الخلايا المصاب بالفيروس وتختلي الفيروس او متعرضة لهذا الفيروس في وقت سابق او يحتاج لوقت حتى يتم التعرف يعني عندي الاصعابة وبينما الجهاز المناعي لح يتعرف على الفيروس ويسوي الانفلاميشن والفيفور وغيره وغيره يبدي ينتج للأسام المبادئ يالله يقضي لعليه لا ناشر رأس تتعامل ويا وبالتالي هي بشكل عام تقاتل اي فيروس يدخل الى الجسم ليس تكون محدد لفيروس محدد لا تحتاج الأسام مضادة حتى تساعدها لكن الانتيبودي الاجي جي الاميونوغلوبي نوع جي انهال الكفاءة مالته والبروست تسمى انتيبودي دباند سيلي سيلي سيط تكسي اجيب الكياه رجاء من القلمات التظلي مالتك وظل لياها هذا الاد cc يقضي بالكياه المختصر يقضي بالكياه what's meaning انتيبودي دباند سيلي 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 تكسي تقل الناتر كلار سي يقضي سي سيال دات they can't kill without antibody but antibody igg enhance their effectiveness البروست كول اذا هو الناتر الكيلر ميحتاج الاجسام مضادة ولكن بوجود الانتيبودي نوع ligg يلح يزاعد الناتر الكيلر ترفع من كفاءتها صار واضح عندي فشي اسمه الانتر لوكين 12 بصورة عامة الانتر لوكين شنو هو الانتر لوكين طبعا هو الانتر لوكين 5 وإلى ما مو المالانة طبعا يعني توصل إلى عبدال فوق الاربعين وكل واحد مثلا الانتر لوكين 1 بألف وبي بيت كل واحد إلى ميكانيزم نجي نحن نعرف عنها يعني ما أطالبك بها فقط حتى انت تعرف شون الانتر لوكين تقول هي مجموعة من السايتوكينات بروتينات جزيئات إشارة مفرزة أول مرة وين شافوها بخلايا الدم البيضاء شغلهن يحفز جهاز المناعة في الجسم ليقاوم احتقان المرض وبتشكل الانتر لوكينات في مجموعة واسعة من خلايا الجسم منها خلايا الدم البيضاء لتسمى أيضا الكريات البيضاء وهذه الكريات تطرد أو تدمر البكتيريو وماذا الأخرى تدخل عن الجسم عن طريق من؟ عن طريق الانتر لوكينات إذن عندي انتر لوكين 12 وانت غاما انترفيرون لا تقل لها الدور أوكي تعجيت لعلى انتر لوكين انترفيرون شنو نفس الحجي مالة الانتر لوكينات أيضا هي مجموعة السايتوكينات البروتينات يحفز جهاز المناعة حتى بالجسم يقاوم المرض بصورة عامة والسايتوكاين خاف يجيك أيضا السايتوكاين هو بروتين أو بروتين سكري يستخدم في عمليات نقل الإشارة والتواصل ما بين الخلايا وهسا أجي أشرح الكيا أسا خلينا بالانتر لوكين 12 وان غاما انترفيرون ارى باوتن اكتفيتر او ناتر اجي بك صح خطأ أو اختيارات احتاج هذه النقطة انه قبل الأخيرة سيلا detect the presence دا احتي بسلايد رقم 15 النقطة قبل الأخيرة ناتر سيلا detect the presence of cancer by recogenize a protein called that is found on the surface of many cancer cells but not normal سيلا خاف أجيب لك سؤال شوف الشرح ما تجد تقريبا سطرين ونص أجيب لك what is the mechanism of the natural killer cell to kill cancer cell أجيب لي the natural killer cell أول شي تحدد وجود الخلايا المسرطنة أو الخلايا السرطانية عن طريق من عن طريق ريكو نش a protein called ميكا that is found on the surface هذا الميكا البروتين اسمه ميكا وين موجود على سطح الخلايا السرطانية ما موجود على الخلايا الطبيعية إش وقت ما النايترال killer cell شافت الميكا هذا البروتين رأسا عرفت أنه هذه الخلايا تكون خلايا سرطانية وبالتالي تروح وتقضي عليها السرطانية هاي العالم بسرطان وتموت أنا أقل لك كل احنا معرضين وأنا شارح الكمية في المحاضرة الثانية في بداية السنة ودائما أحشيها أنه كل احنا معرضين بشعاعات كنا معرضين مواد مسرطنة ولكن الجهاز المناعي يسيطر على هذه الحالة طبعا يوم يتحدث وننتهي من عندها حالها حال الطفرات الوراثية كنا أيضا معرضين ويوم يصير عندنا مئات الطفرات الوراثية يأما عن طريق الانفيرومنت يأما عن طريق الدوائتور الأكير يأما عن طريق مشكلة بال ريبليكيشن يأما مشكلة بال وبالتالي يحافظ عليها ولكن إذا خرجت الأمور عن طاقتها طبعا النايشورل كيلر سير ما لح تقدر تحارب هذا الميكانزم الهائلة مات الكانسر سير اللي هي نديوس باي فيروس كانسر رادياشن وأمور أخرى إذن خاف أجيب لك شون قلنا السيطرة على الخلايا السرطانية التكامل الميكا وتكملي طبعا الانتر اكشن الميكا والرسيبتر على ناتر الكيلر ترجع الميكا الموجودة على الخلايا السرطانية سايتوكين 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 سكري يستخدم في عمالي نقل نقل الإشارة والتواصل ما بين الخلايا وتكون الخلايا اللي هي البي السير السايتوكينات تنشط الخلايا تي عرفت الميكانيزم مالتي والخلايا تنتج لأنواع مختلفة من السايتوكينات تعمل أيضا على زيادة أعداد الخلايا تي وتنشطها والسايتوكينات دور رئيسي في العمليات المناعية والتطور الجيني نجي الآن إلى سلايتو رقم 16